اشتركوا في القناة القادم ان شاء الله لتنظيم وضع اللمسات الاخيرة لمعسكر الخضر في القاهرة استعدادا لمبارتي جبوتي وخيول بوركينة فاسو في الجولتين الخامسة والسادسة لحسم بطاقة التاهل للدور الحاسم ان شاء الله في كأس او تصفيات كأس العالم عشرين اتنين وعشرين ده اول خبر معنا امين العبد ان شاء الله في القاهرة يوم الاربع لوضع اللمسات الاخيرة لمعسكر الخضر الخبر التاني هناك ازمة بين بعض اللاعبين والفاف الجزائري والازمة دي بتتلخص ان بعض اللاعبين لهم فلوس عند بعض الاندية الجزائرية وبالتالي هذه الاندية رفضت ان هي تصد او عندها مشاكل مادية فده بيحتم على الالفاف الجزائري اقاف القيد لهذه الاندية حتى يقوموا بتزديد هذه المديونيات ولكن الفاف مؤخرا فتح التأييد او تأييد اللاعبين لهذه الاندية مما اصار غضب هؤلاء اللاعبين وقاموا بعمل وقفة احتجاجية قدام الفاف وهددوا باللجوء الى الفيفا وهنا نقول ربما تأتيك العاصفة من الداخل وليس من الخارج ففي حال تصعيد هذه الامور الى الفيفا سيتم اتخاذ اجراءات قاسية ضد الاتحاد الجزائري وهذا لا يعود بالاجابة على المنتخب الجزائري واتبالنا ان شاء الله في الساعات القادمة ان يتم تدارك الامر ويحلوا المشكلة دي بينهم وبين بعض بطريقة ما لان الموضوع لو وصل لفيفا احنا عندنا نادي الزمالك المصري بسبب برضو مشاكل زي كده تم ايقاف القيد لفترتين انتقليتين الفترة الشتوية والفترة الصيفية القادمة وبيعاني النادي الزمالك بسبب الموضوع ده فما بالك ده يعني اجراء على نادي ما بالك لما يكون اجراء على اتحاد لان المخالفة اتية من الاتحاد وليست اتية من النوادي وهنا ان شاء الله نتمنى الموضوع يعدي على خير ونقول الاطراف التي تنفخ في الرماد كفوا ايديكم عن الكرة الجزائرية لان بعض الاطراف من الداخل ومن الخارج لا تريد الخير لمنتخب الجزائر ولكن ان شاء الله مربوحة الحاجة التانية اللاعبين الجزائرين يتوهجون يتوهجون بشكل كبير في الدوريات الاوروبية عندنا الدوري الالماني الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي وحتى الدوري الايطالي عندنا اسماعيل بن ناصر يقود ميلا للفوز على روما عندنا رامي بن سابعيني يفوز منشك لباخ للفوز على بخوم الالماني عندنا ديلور وعندنا برضو عطال طبعا ديلور في مشكلة معاه بس هنقول برضو لعب جزائري ويحسب على الجزائرين يقود نيس للفوز على انجي اتنين واحد وديلور يسجل هندي ديلور يسجل هدفين اتنين في حين اللعب المغربي بوفال هو اللي يسجل هدف انجي وعلى الجانب الاخر بن رحمة مع وستهام يقود الفريق للفوز على استون فيلا في الدوري الانجليزي ويقود الى التوب فور بعد يعني عايز اقول ان دايما كل دلوقتي بقى بن رحمة كل مباراة بقى بيحط فيها التوتش بتاع وبالتالي فهنا بنقول ان بن رحمة عامل الاسست لديك للرايس عشان يسجل الهدف التاني ليه وستهام دا كان ملخص الاخبار النهاردة بتاعتنا يا جماعة ولكن فيه خبر لسه يعني قريب من ساعتين كده بيقال ان المنتخب الجزائري على موعد لمباراة عالمية امام منتخب كرواتيا وصيف العالم والمنتخب الذي يحتوي على كثير النجوم زي لوكا مودريتش وده كان نتيجة لقاء وزير الرياضة الجزائري مع وزير الرياضة الكرواتي واتفقت طرفان على في حالة اهل المنتخبين الى كأس العالم ان شاء الله يقتقى مباراة دولية ما بين المنتخبين وتكون مباراة زي ما بنقول استعدادية للمنديال ان شاء الله دي كانت معظم الاخبار اللي عندنا يا جماعة النهاردة ونتمنى نتمنى ان شاء الله لمنتخب الجزائر الفوز والتقلق في الفترة القادمة لان منتخب الجزائر يستحق كل التحية والتقدير اتمنى لكم ان شاء الله وحب اشوف رأيكم الاول عايز رأيكم يا جماعة في الباكجراوند الجديد ده عجبكم واللي في ايه تغلات ممكن نعملها لان انا يهمني رأيكم كلكم اتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة واتمنى لكم ان شاء الله محتوى القناة يكون عجبكم ولكن في حاجة عايز اقولها في الاخر يا جماعة الناس اللي بتشتم وبتنتقد الناس اللي مزال بتنتقد وبتشتم بشكل يعني انا مش عارف الناس دي تعايز ايه بالزبط ولكن في كل الاحوال بشكر الناس اللي بتدعمني بشكر الناس اللي كل يوم بصراحة كلامهم فوق دماغي وحاجة بتشرفني انا وبقول للناس اللي بتشتم والناس اللي عمالها تشتم بالام بالزاد بالام بالزاد بلاش علشان ده غلط لان اذا كان لك لسن فللناس اذا كان لك لسان فللناس يعني نقدر برضو نرد الغلط بالغلط ولكن انا مش هرد على الغلط والله يسامح الجميع شكرا ليكم واتمنى لكم السعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته